السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم مديكاتري التانية السنوية عملين ايه يا رب تكونوا بخير في الفيديو ده ان شاء الله جمعت لكم 100 سؤال من اقوى الاسئلة على منهج الاحياء الترمي الاول لسنة تانية سنوية لو عايزين تحملوا بي دي اف ده هسيب لكم الرابط الخاص بتحميل البي دي اف من قناة تليجرام قناة المختصة المفيدة الموجودة على التليجرام فهي اللي بينا نبدأ وانا اتوقل على الله بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الاول بيقولك ما الانزيم الذي يكمل عمل انزيم المعدة ويفرز فيها لمعاق دقيقة الانزيم اللي بيتفرز في المعدة هو انزيم البيبسين وانزيم البيبسين بيحول البروتين الى سلاسل عديد البيبطايد وبالتالي الانزيم اللي بيكمل عمل انزيم البيبسين هو انزيم البيبتيديز لان البيبتيديز بياخد بعد كده سلاسل عديد البيبطايد وبيحولها الى احماض امنية والسؤال هنا بيقولك الانزيم اللي بيكمل وليس اللي بيكافئ او بيساوي انزيم البيبسين. صار راكب اتنين بيقولك عدم استفادة النبات من السكريات النتيجة من تحلل اوراق النباتات الموجودة في التربة. يرجع الاحتواء الشعيرات الجزرية على ايه? يعني النبات مش بيقدر ان هو يستفيد من السكريات النتيجة من تحلل اوراق النباتات الموجودة في التربة. بسبب انه بيكون فيه الغشاء البلازمي. لان الغشاء البلازمي بيتمايز بخاصية اسمها النفذية الاختيارية والنفذية الاختيارية دي بتمكن الغشال بلازمي أنه هو يعدي الحاجات الصغيرة وميعديش الحاجات الكبيرة وبالتالي السكريات دي من الأجزاء الكبيرة اللي الغشال بلازمي مش بيقدر أنه هو يعديها وبالتالي النبات مش بيستفيد من السكريات الناتجة من تحلل أوراقي النباتات دي السؤال رقم 3 أقول لك في صاق نبات تتمثل الوظيفة الأساسية للقشرة في تدعيم الصاق العبارة دي صح ولا غلط إحنا عندنا الأول حاجة كده الكشرة دي بتتكون من ثلاث طبعات الخلايا البارانجمية بعد كده كلانجمية بعد كده الغلف النشوي البرانجمية وظيفتها التهوية والكيام بعملات البناء الضوي والكلانجمية وظيفتها التدعيم والغلف النشوي وظيفته تخزين النشا وبالتالي ليست التدعيم فقط فتبع العبارة خاطئة العبارة غير صحيحة لأن خشرة الصعك يمكن أن تشارك أيضا في عملات البناء الضوي في تخزين النشا فعلا العبارة غيره صحيح لأن القشرة تشارك في عملية البنوية الضوئية خلال طبية الخلايا البرانشمية وتخزين النشا من خلال الغلاف النشاوي صور رقم المробعة بقول لك ايوم من الآتي توجد في طبقة واحدة من الخلايا الميرستيمية . الخلايا الميرستيمية النachts سليع الانكثم متى قدت بيكون موجودة في الكامبيوم , الكامبيوم يستخدم العمل في الصاك وبيكون موجود في الجدور وبالتالي الكامبيوم ده هو أحد المكونات الحزمة الوعائية وبالتالي اللي بيكون موجود في طوى 1 من خلال مرستمية هي الحزمة الوعائية سهر رقم 5 بيقولك أي من مياتي لا يسهم في صعود الماء من خلال قوة الشد النتيجة عن النتح عندنا قوة الشد النتيجة عن النتح بتتمثل في 3 حاجات الشد اللي بيحصل بسبب النتح وبعد جده قوة التماسك ما بين جزئيات الماء وقوة التلاسك ما بين جزئيات الماء وجدران الوعائية الخشبية فاللي بيشارك أول حاجة هو توخر الماء فعلا دي بتشارك عدم وجود فقعات غاز في نسيج الخشب فعلا دي أصلا الشروط التي يجب توفرها حتى تحافظ على قوة التماسك ما بين جزئيات الماء الخاصية الشعرية الوعائية الخشب فعلا دي بتساهم لأن الخاصية الشعرية هي الشروط اللازم توفرها علشان تقدر تحافظ على قوة التلاسك ما بين جزئيات الماء وجدران الوعائية الخشبية الضغط الأسموزي في خلايا الجدر الضغط الأسموزي فعلا بيحافظ على قوة الشد ولكن لما يكون موجود في الوراء إنما اللي موجود في الجدر ده بيحافظ على الضغط الجزري وبالتالي ده لا يساهم في صعود الماء من خلال قوة الشد النتيجة عن النبات السؤال رقم سيتا بيقول لك العنصر إذا يساعد الخلية على امتصاص الأينات ضد التدرك في التركيز طبعا الخاصية دي اسمها خاصية النقل النشط لأن النبات بيمتص الأينات ضد التدرك في التركيز وأهم عنصر عندنا هو الـ ATB تضميني اللي بيوفر الـ ATB للخلية هو الميتوكوندري وبالتالي الميتوكوندري هو العنصر اللي بيساعد الخلية على امتصاص الأيونات ضد التدارق في التركيز الصورة رقم 7 بيقولك أي من مياتي ربما يكون قد حدث أثناء زراعة شتلات النبات وهو الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في زبول الأوراق وموتها يعني لما نجي ننقل نبات من طربة للتانية النبات ده ممكن أنه يموت إيه اللي بيحصل؟ النبات لما ينتقل من طربة للتانية ممكن فقعات الهوى تبدأ أن هي تدخل إلى داخل الأوعية وبالتالي ممكن تأثر على قوة التماسك ما بين جزيئات الماء الاختياري قالي بيقولك عدم امتصاص الماء بسبب طبقة الكيوتيكل الشمعية الموجودة على الجزور طبقة الكيوتيكل دي المفروض أنها طبقة الكيوتيم برضو والجدور أصلا مش بيكون عليها طبقة الكيوتيكل في والتالي دي ما تنفعش بيقولك زيادة رطوبة غرف الهواء برضو ما تنفعش جيم بيقولك تكون فقعات غاز في أوعية الخشة فعلا تكون فقعات الغاز بتأثر على قوة التماسك أو بتمنع قوة التماسك ما بين جزيئات الماء وبعضها وبالتالي بتسبب زبول النبات وممكن أنه يموت زيادة امتصاص الماء في الجزور ده زيادة امتصاص أصلا مفروض أن هي حاجة كويسة مش حاجة وحشة مش هتسبب الزبول الصورة رقم 8 يقولك في هذا الكائن تنتقل المواد الأولية مع نواتج عملية البناء الضوية بواسطة الانتشار ولا النقل النشط ولا الانتشار والنقل النشط ولا أنسجة وعائية متخصصة الكائن اللي قدامنا ده هو تحلب اليو جلينا وده كائن بسيط وحيد الخلية ما عندهوش أي أنسجة وعية متخصصة ولا عنده خشب ولا لحاء وبالتالي المواد الأولية والنواد جامعية البناء الضوية بتنتقل من خلاله بواسطة الانتشار والنقل النشط صورة رقم 9 بيقولك من نتاج المترتبة على وجود نسيج ميرستيمي في الورقة هي الورقة عملا ما بيكونش فيها نسيج ميرستيمي بس لو حصل وتم تواجد نسيج ميرستيمي في الورقة النتاج المترتبة لو حصل الموضوع ده طبعا لو حصل وتواجد النسيج ده هيسبب زيادة في قطر الورقة مش هيأثر على الطول ولا هيزود على قدرتها على القيام بعملية البناء الضوئي مالوش علاقة بالبناء الضوئي ولا هتقل كفاءة العمليات المفروضة هو ده لو موجود بيزود من الكفاءة والتالي ده برضو ما تنفعش طيب الصورة عم 10 بيقولك أي العبارات الآتية تنطبق على هذا التمثيل البياني وجايب لك هنا كده في الصورة موضح لك تركيز الزنك وتركيز الفوسفور وبيقولك الأصفر ده تركيز المعادن في التربة يعني ده التربة الأصفر ده التربة والأزرق ده بيكون في النبات فطبيعي كده الزنك بيكون في التربة قليل فلما يجي النبات يمتصه هيمتصه بالنقل النشط لأنه ضد التدرك في التركيز إنما الفوسفور في التربة كتير ولما يجي يمتصه النبات هيمتصه بخاصية الانتشار فتعايي نشوف كده الاختيارات أستاذ الأول أو الإجابة الأولى بتقولك يتطلب إمتصاص الزنك طاقة ولا يتطلب إمتصاص الفوسفور طاقة فعلاً الإجابة دي صحيحة الزنك بيتطلب علشان النبات يقدر أنه يمتصه محتاج طاقة لأنه ضد التدرك في التركيز ودي عملية اسمها عملية النقل النشط تعال برضو كده نتأكد من بيت الإجابات بيقولك بينتص الزنك عن طريق الانتشار لا الزنك مش بينتص عن طريق الانتشار بينتص عن طريق النقل النشط جيم بيقولك تحتاج النباتات إلى كميات كبيرة من الزنك والفوسفور لا إحنا عندنا الزنك ده من المغازيات الصغرى النبات بيحتاج له كميات قليلة الفوسفور فعلا من المغازيات الكبرى ولكن الزنك غلط فهتبقى الجابة كلها على بعضها ما تنفعش ده اللي بيقولك يمتص الزنك في اتجاه تدرج التركيز لا هو يمتص في عكس اتجاه تدرج التركيز الصورة 11 بيقولك الصفرانين هو سبغة تستخدم في صبغة أنسجة النباتات الغنية باللجنين ونخلي بنا من كلمة اللجنين أي التراكيب الموضحة في المقطع العرضي الآتي يمكن أن تصبغ بصبغة الصفرانين إذا نقعت فيه لمدة دقائق عايز أقولك مين التركيب الموجودة دي بيكون فيها لجنين وبالتالي لو احنا سبغنا النبات ده أو الجزء ده حيظهر لنا المنطقة دي مسبوغة بمادة الصفرانين الشكل اللي قدامنا ده بيوضح قطاع عرضي في صاك أحد النباتات ألف ده بيمثل البشرة وبه دي بتمثل الكشرة وجين في الصاك بيكون الخشب لأن الخشب بيكون في الصاك في الداخل وده بيكون اللحاء وساط ده بيكون النخاء فمين التركيب دول اللي بيحتوي على اللي جنين طبعا الخشب اللي بيكون جيم فيبقى التركيب جيم صارك متنشر بولك في إحدى التجارب التي يجريت على النقل المغزيات في اللحاء باستخدام الكربون المشاعة يلاحظ ظهور جزئيات الكربوهيدرات المشاعة بوفرة فيه على نفس الرسمة برضو احنا هنا بولك في تجارب جريت على نقل المغزيات في اللحاء باستخدام الكربون المشاعة احنا هنلاحظ ظهور جزئيات الكربادرات المشاعب وفرة فين هنلاحظها طبعا في اللحاء اللي هو دال وكمان هنلاحظها لما تيجي تتخزن فيه النخاع داخل النخاع فتبقى دال وصاد الإجابة دال وصاد صار رقم 13 بيقولك في الشكل بالأعلى أي تركيب المسؤول عنها للمغنيسيوم المغنيسيوم ده من الأملاح وبالتالي المسؤول عنها للمغنيسيوم هو الخشف فيبقى التركيب جيم تبقى الإجابة جيم صار رقم 14 بيقولك كم عدد الإلكتروينات التي يتم استخلاصها من جزئي الجلوكوز الواحد أثناء أكسادته أكسادة تم عدد الإلكتروينات اللي بيتم استخلاصها من جزئي الجلوكوز هي عدد الإلكتروينات اللي بتكتسبها مرافقات الإنزيمات يعني عايز أقولك دلوقتي إحنا أثناء أكسادة الجلوكوز بناخد كام ناد H وكام فاد H2 تعال كده نحسبهم لو أنت مذاكر معايا إحنا أثناء نشاطار الجلوكوز بناخد إتنين ناد H وبعد كده في الدورة التحضيرية بناخد كمان إتنين ناد H وبعد كده لما نيجي نحول حمد السيتريك إلى حمد الكيتو جلوكوز بناخد كمان إتنين ناد H وبعد كده حمد الكيتو جلوكوز لما يتحول إلى حمد الساكسينيك بناخد كمان إتنين ناد H وبعد كده حمد الساكسينيك لما يتحول إلى حمد المليك بناخد إتنين فاد H2 وبعد كده حمد المليك لما يتحول إلى حمد الأجزال أو ساكسينيك بناخد إتنين ناد H كل مرافق إنزيم من المرافقات دي بياخد إتنين إلكتروني فلما نيجي نحسبهم كده إحنا معانا إتنين أربعة ستة تمانية عشرة إتناشر إتناشر في وكل واحد بياخد إتنين بإتناشر في إتنين وبكده عدد الإلكترونات أربعة وعشرين إلكترون إحنا نحسب الإلكترونات مش بنحسب جزئات الإي تي بي سورة رقم خمستاشر بيقولك أي من التالي قد يمثل الرقم الصحيح لقطر الوعاء الخشبي إحنا أخذنا في الخاصية الشعرية بيقولك إن قطر الوعاء الخشبية بيتروح من إتنين من عشرة إلى خمسة من عشرة ملي متر يبقى مين الأرقام دي اللي ممكن يمثل الرقم الصحيح لقطر الوعاء الخشبي واحد من عشرة ما تنفعش إحنا معانا من إتنين من عشرة لخمسة من عشرة ستة ما تنفعش واحد كامل ما ينفعش ثلاثة من عشرة صح تبديل إجابة الصحيحة صورة رقم خمستاشر بيقولك ماذا يحدث المعدل الضغط الجزري عند زيادة تركيز الأملاح في التربة الضغط الجزري علشان يحصل أصلا في النبات بيحصل بسبب الضغط الاسموزي اللي هو بيكون ناشئ عن الخاصية الاسموزية يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا لو فيه نبات مثلا لو ده نبات وده الجدر والتربة مثلا التركيز المحلول اللي فيها بيكون عشرين وتركيز المحلول في الفجوة العسرية مثلا ثلاثين في الحالة دي المية بتنتقل من التركيز الأقل في الأملاح إلى التركيز الأعلى في الأملاح فتنتقل المية بالخاصية الاسموزية تبدأ تنتقل من خلية للتانية لحد ما تطلح في الصاق وده اللي احنا بنقول عليه الضغط الجزري طيب إيه اللي هيحصل لو كانت تركيز الأملاح بدأ أنه يزيد في التربة مثلا بقى خمسين لو تركيز الملح في التربة بقى خمسين يعني زاد اللي هيحصل كده أن المية هتبدأ تنتقل من النبات نفسه إلى التربة واللي هيحصل للضغط الجزري إن ضغط الجزري هيبدأ أنه يقل يبقى السؤال بيقولك ماذا يحدث المعدل للضغط الجزري عند زيادة تركيز الأملاح في التربة الضغط الجزري اللي هيحصل له أنه هيقل صور رقم 17 بيقولك أي التركيب التالية تميز الصاق في النبات وتشبه الخلايا الجزعية في جسم الإنسان الخلايا الجزعية في جسم الإنسان اللي هي الخلايا المرسمية سريعة الإنقصام أو الخلايا الإنشائية وبالتالي الاختيار هو الكامبيوم ألف بيقولك منفز دائما للماء والأملاح فعلا الجدار الخلوي بيكون منفز للماء والأملاح إنما الغشاء البلازمي بيكون شبه منفز يعني بيتماس بخاصية النفذية الإختيارية وبالتالي بيعدي حاجات بشكل حر وسريع وحاجات تانية بشكل بطيء وبيمنع نفاذ مواد تانية وبالتالي اللي بيميز الجدار الخلوي هو أنه منفز دائما للماء والأملاح على عكس الغشاء البلازمي اللي بيكون شبه منفز النفاذية الاختيارية النفاذية الاختيارية دي أصلاً اللي بيتميز الغشاء البلازمي فما تنفعش منفذ للماء اللي اتنين بيكون منفذين للماء برضو ما تنفعش يتوجد في الخلايا النباتية الجدار الخالو بيكون موجود فيها لنفال خلايا النباتية ولكن الغشاء البلازمي بيكون موجود في النباتية والحيوانية نيجي بعد كده للسؤال 19 بقولك الطاقة النتيجة من انشطار الجلوكوز إلى الطاقة النتيجة من التنفس الهوائي بيتمثل كامل كامل. انشطار الجولوكوس بيانتج عنه اثنين اي تي بي. والتنفس الهوي برضو بيانتج عنه اثنين اي تي بي. وبالتالي النسبة تبقى واحد الى واحد. صور رقم عشرين بيقولك يوضح الرسم البياني الاتي الضغط الجزري لنبات القرز ليلة. لمدة احداشر يوم مع تغيير انماط الري. اي الفترات الاتية توضح ان الرطوبة التربة عالية. يعني نسبة المية اللي بتكون في التربة عالية. الرطوبة لما تبقى عالية. بتسبب ارتفاع او زيادة الضغط الجزري. هنا جيب لك عدد الايام من من صفر لحد احداشر وجيب لك الضغط الجزري. وعايز اقول لك مين الايام اللي حصل فيها زيادة لرطوبة التربة. آآ? نلاحز هنا الضغط الجزري بدأ يزيد من اليوم التاسع. وبالتالي كده الرطوبة بدأت تزيد من اليوم التاسع. تحكي كده نشوف الاختيارات. بقولك من اليوم التاسع لليوم الاحداشر. فعلا الاجابة دي صحيحة. سنملاحظين هنا من اليوم التاسع الى اليوم الاحداشر الرطوبة بتكون عالية لانها بتسبب ارتفاع الضغط الجزري. من اليوم السادس الى التاني ما تنفعش الاول للتاني برضو مش معانا ولا التالت هي الاجابة صحيحة من اليوم التاسع الى اليوم الاحداشر. صورة كمواهد وعشرين بيقولك بعد دراستك للشكل المقابل اي العبارات التالية صحيحة اه وده طبعا شكل شعيرة جزرية. شكل شعيرة جزرية ودي التربة اللي اخترط بقولك الضغط الاسموزي في الخلايا 3, 1 و 2 متساوي طبعا احنا واخدين من الملأمة الوظوفية للشعيرة الجزرية ان الضغط الاسموزي او التركيز الاملاح فيها بيكون عالي علشان يقدر يمتص المية من التربة. وبالتالي بعد كده المية عشان تبدأ انيها تنتقل من الخلية 1 الى الخلية 2 لازم يكون الخلية 2 الضغط الاسموزي بيكون فيها اعلى من 1. وبعد كده عشان يبدأ ينتقل من 2 الى 3 لازم يكون الضغط الاسموزي في الخلية 3 أعلى من 2 وبالتالي كده يبقى الضغط الاسموزي في 3 أعلى من 2 وفي 2 بيكون أعلى من 1 فتبقى الاختار الثلاثة طعمة لازم يكونوا مختلفين الضغط الاسموزي في الخلية 1 أكبر من 3 لا ما ينفعش در مفروض في 3 أكبر من 1 الضغط الاسموزي في الخلية 3 أكبر من 1 فعلا دي الإجابة الصحيحة ده اللي بيقولك الضغط الاسموزي في الخلية 2 أقل من 1 لا المفروض في اتنين بيكون اعلى من واحد. صاركة باتنين وعشرين بيقول لك فيما يتشابه كلوروفيل الف مع الزنسوفيل. اول حاجة اللون. لا طبعا الكلوروفيل الف بيكون اه اخضر. انما الزنسوفيل بيكون اصفر ليموني. والتركيب الكيميائي للكلوروفيل الف غير التركيب الكيميائي لزنسوفيل. ده حتى التركيب الكيميائي لكلوروفيل الف بيختلف عن به. وبالتالي كمان بيختلف عن الزنسوفيل. فبرضه التركيب الكيميائي ما ينفعش. كفاية البناء الضوي أصلاً كولوروفيل ألف هو المسؤول أو الأساسي لعملية البناء الضوي. إنما الزنسوفيل ده بيشارك في عملية البناء الضوي حتى الطاقة اللي بيمتصها بيبدأ إن هو يديها لكولوروفيل ألف. فبرضو كفاية البناء الضوي بتختلف. مكان التواجد. الاتنين بيكونوا موجودين في البلاستي ده. يبقى الاتنين بيتشبهوا في مكان التواجد. ثلاثة وعشرين بيقولك في دق دراستك لتركيب الكيميائي للكولوروفيل العادي. أي من التالي قد يمثل لتركيب الكيميائي للكولوروفيل البكتيري. إحنا خدنا إن الكولوروفيل البكتيري بيكون تركيبه أبسط من الكولوروفيل العادي. وبالتالي مش مش شرط إن هو يجيب لك التركيب الصحيح للكولوروفيل البكتيري. إحنا محتاجين تركيب أبسط من الكولورفيل العادي. والكلورفيل العادي اللي هو كولورفيل الف تركيبي وبيكون C55H72O5N5MG بس زره واحدة من مغرسهم ده تركيب الكولورفيل العادي. والكلورفيل البكتيري قلنا انه بيكون ابسط من الكولورفيل العادي. وبالتالي ما ينفعش اصلا انه يكون العادي. هنا C55H72O5N5MG4 لا ده كده اكبر يبقى ده ما ينفعش. ده C55H80 ده اكبر ما ينفعش. C4H52O2N2MG دي تنفع. مش شرط ده مش شرط انه هو يكون ده التركيب الفعلي للبكتيري. احنا عارفين ان البكتيري بيكون ابسط من الكولورفيل العادي. وبالتالي احنا بنختار الاختيار الابسط في التركيب وهو دال. نيجي بعد كاسوها 24 بيقول لك اي الخلية التالية هي الاعلى انتاجا لغاز CO2 في وقت الزهيرة لنبات الفول. اكتر خلية بتنتج CO2 هي اكتر خلية بتكون محتاجة لانها علشان خطرة تجيبي بتقوم بعملية التنفس الخلوي. وبالتالي اكتر خلية بتنتج غاز سينوكسيود الكربون هي اكتر خلية بتقوم اه بعمالية التنفسه الخلوي لانها بتكون محتاجة كمية كبيرة من طيب خلايا نسيجي العمادي هي بتقوم بعملية البناء الضوي وفعلا بتقوم بعملية التنفس ولكن مش بتكون اكتر الخلايا. خلايا نسيجي هي فعلا اكتر الخلية لان في وقت الظاهرة النبات بيقوم بعملية البناء الضوئي بكميات كتيرة وبالتالي بيحتاج الى عناصر في منها العناصر اللي بيكون التركيز برا اقل من جوه فبتنتقل بخصية الانتشار وفي عناصر تانية بتنتقل بخصية النقل النشط وبالتالي بتحتاج الى كمية اتي بي كتير وبالتالي الخلية اللي بتقوم بعملية التنفس الخلو كتير هي شعيرات الجزرية علشان تقدر توفر اتي بي كتير وبالتالي تقدر ان هي تستخدم الى اتي بي في انتقال الايونات ضد التطرق في التركيز ولما بتعمل تنفس كتير بتبدأ ان هي تطلح ساني اكسيد الكربون كتير فتبقى الاجابة الصحيحة الشعيرات الجزرية الصورة رقم 25 بيقول لك اول من اوضح مصدر الاكسوجين المطالك في عمية البناء الضوئي ده سؤال صريح ومباشر العالم فان نيل صورة رقم 26 بيقول لك تتميز تفاعلات الظلام اللي هي تحدث فيه السترومة بكل الاتي معادة بيحصل فيها اختزال لسي او تو فعلا بيحصل فيها فهدي ما تنفعش تحدث في نقاع البلاستيدة اللي هي السترومة فعلا يزداد بها انتاج ال اي دي بي فعلا بيتحول الاتي بي الى اي دي بي يتم بقى اختزال الناد بي اتش تو لا بيحصل اكسادة للناد بي اتش تو مش بيحصل اختزال وبالتالي هادي الاجابة الصحيحة الصورة كام 27 بيقول لك اصناها عملية البناء الضوئي كام عدد جزيات نات بي اتش تو اللازمة لتكوين جزء واحد جولكوز بص السؤال ده احنا استوال استنتاجي كده احنا في عملية البناء الضوئي بناخد اتناشر اتش تو او زائد ستة سي او تو علشان خاطر في النهاية يديونا سي ستة اتش اتناشر او ستة زائد ستة اتش تو او زائد ستة او تو دي معادلة البناء الضوئي طيب فين الناد بي اتش تو الناد بي اتش تو دوره هو انه لما بيحصل انشطار لجزيء المية بيبدأ ان هو يستقبل الهايدروجين وياخد اتش تو او وبالتالي كده عدد جزيئات الناد بي اتش تو بيكون مساوي لعدد جزيئات المية لان كل جزيء المية بيخرج منه اتش تو او بيستقبلوا الناد بي على شان ييتحول الناد بي اتش تو وبالتالي كده عدد جزيئات نات بي ايتشتو اللازمة عددهم بيساوي عدد جزيئات للمية اللي هما اللي تنشر صور رقم 28 بيقولك أي من التالي لا يصف عملية البناء الضوي زيادة شدة الإضاء لحين معين لحد معين يزود من معدل البناء الضوي فعلا دي بتصف عملية البناء الضوي فادي مش هنختارها تحول الكربون الغير عدوي إلى كربون عدوي الكربون دي معدلة البناء الضوي وهو الكربون الغير عدوي اللي هو سنكسودي بكربون بيتحول إلى كربون عدوي اللي هو الجولوكوس فعلا ده بيحصل والتالي كده مش هنختارها فاسفرة تأكسودية في الجرانة بصت بقى يخلي بالنا اللي بيحصل في الجرانة يسمعها فاسفرة ضوئية وليست فاسفرة تأكسودية فكلمة بس تأكسودية دي هي اللي ما بتحصلش وبالتالي كده دي اللي احنا هنختارها انشطر الماء في الجرانة فعلا بيحصل اللي نشترى الماء في الجرانة فمشان نختارها. صاركم 9-20 بيقولك اي العضيات التالية تعمل على تحويل الكربون العدوي الى الكربون غير عدوي. الكربون العدوي اللي هو الجولوكوز بيتحول الى كربون غير عدوي اللي هو ساني اكسيد الكربون. وجايب لك اربع اختيرات ده شكل الفجوة العسرية ده الجدار الخلوي ده البلاستيدا الخضرة ودي الميتو كوندريا. العضي اللي بيتم فيه تحويل الكربون العدوي اللي هو الجولوكوز إلى كربون غير عضوي اللي هو سنوكسود الكربون الاختيار هتبقى الميتوكوندريا أثناء عملية التنفذ الخلودي هتبقى الاختيار دال صور رقم 30 يقول لك كامعات جزيات CO2 النتجة من دورة كريبس بدءا من 2 جزيء سكر الشعير سكر الشعير اللي هو سكر الملتوز والسكر الشعير بيحتوي على 2 جولوكوز والجولوكوز الواحد بيدخل في دورتين كريبس تبتعان نشوف كده واحدة واحدة دورة كريبس الواحدة بيخرج منها 2 CO2 والجولوكوز الواحد بيدخل 2 دورة كريبس يبقى كده معانا 4 CO2 طيب و 2 جولوكوز يبقى 4 4 8 يبقى عدد جزيات CO2 النتجة من دورة كريبس لتنين جزيات سكر الشعير هنا بقى 2 سكر الشعير سكر الشعير الواحد بيدينا 8 CO2 وبالتالي اللي 2 يدينا 16 تبقى الإجابة 16 صارك واحدة وتلاتين بيقولك أي منحنايات التالية تصف التغير في تركيز الأملاح بالشعيرات الجزرية في نبات تربة جفة مع استمرار عملية النتح نخلب أنه هنا كده بيقولك نبات تربة جفة تربة جفة يعني مفهاش مية يعني نبات كده مش هيمتص مية مع استمرار عملية النتح عملية النتح كل ما تستمر اللي بيحصل لتركيز الأملاح المفروض كل ما عملية النتح تستمر يعني كده بيفقد مية يعني تركيز الأملاح بيزيد يعني كل ما تركيز الأملاح يعني كل ما عملية النتح تزيد كل ما تركيز الأملاح بيبدأ أن هو يزيد فتبقى العلاقة به علاقة ترضية صاركة بـ 32 بيقولك كل ما يأتي من خواص الانزيمات مع عدى النهي يعني كل الاختيارات دي من خواص الانزيمات مع عدى إيه ألف بيقولك لا يمكن عادة تستخدمها بعد اجتمال التفاعل هي الانزيمات عمتاً في بعض الانزيمات بيتم استخدامها بعد التفاعل بحيث أن هي زي ما بتحول المتفاعلات إلى نواتيج بتقدر أن هي تحول النواتيج بعد كده إلى متفاعلته لأن هذه impossible من خواص الانزيمات لأن الانزيمات بعضها بيتم استخدامه بعد اجتمال التفاعل علشان تحول النواتيج إلى متفاعلات تتأثر بالرقم الهيدروجيني ودرجة الحرارة تتأثر بالرقم الهيدروجيني ودرجة الحرارة بالتمايز بالنهauen متخصصة في وصفيتها تسرع من معدل التفاعل سرقم 33 بيقولك جميع العبارات القديمة عن هضم بروتين الحليب اللي هو الكازين. وامتصاصه صحيح. معادة ايه؟ يعني هضم البروتين ده عايزه ولك ان ده بروتين اي ان كان بقى اسمه ايه؟ كل الحاجات اللي هجينا دي صحيحة بخصوص الهضم ده. معادة ايه؟ بيكتمل هضمه في الاسنا 10. فعلا بيتم هضمه في الاسنا 10 من خلال انزيم bịبتيديز هو بيبدأ هضمه في المعدة. فعلا بيبدأ هضمه في المعدة ويكتمل هضمه في للسنا 10 بيمتص من خلال اللفايفي فعلا.. بيمتص من خلال العفايفي لا والاكن في الاوعية اللبانية هنا دي اللي غلط هو فعلا بيتم امتصاص البروتين بعدما يتم تكسير أميسا معاك بعدها سلسل سلسل عديد البلطاير سلسل بيتم تكسيرها ل multiplier الامنيين وبروتيني يتم امتصاصها داخل الوعاء اللبنين وبالتالي تلج Joan أكثر لايكيين بيقولك انها تكون من وحدات من الأحماض الأمنيين فعلا اي بريوتين بتكاوم من وحدات الى الموت الامنية والتالي دى متنفعش شق knots 44 تونيوم بيقولك ايو من التى يمكن ان يساهم مباشرة في نقص فيتامين اي فيتامين احنا عندنا اربع فيتامنات بيتم امتصاصهم من خلال اللوعية ويأنتدو اللوعية اللبنية وهي الموجودة في كلمة كده فيتامين ك كي فيتامين دي وقم بيتامين اي ، وقم بيتامين اي من ضمن الاربع فيتامينات introduس الاختيارات النشاط المرتفع للانزيم التاليم لم يتم علاقة بالفيتامين لأن فيتامينات لا يتم هضم هذه الهضم تنصد مرض متعالج بخلل في الوليد الباب الكابدي حموضية المعدة لم يتم هضمها انسب الإنسداد أوريه الأوفياء في الأمعاء فعلا ممكن تشارك في نقص فيتامين A لان نحن قولنا فيتامين A من ضمن الأربع فيتاميات التي تم امتصاصهم داخل الرحيين اللينفوية والذياع الأبنيين راكم خالص و ترتي methods ك Ashim يشمل مادة كيميائية التي ت attacking مدده كيميائية بميكي الخطأlek من ال� ﷺ التي تشمل ميكانيكيا هي العسارة السفروية الوسارة الصفروية دي مش بيكون فيها انزيمات وبالتالي ده بيكون هضم ميكانيكي فالف بيقولك هضم الدهون اللي مستحلب دهني فعلا الوسارة الصفروية بتعمل على هضم الدهون الى مستحلب دهني والتالي ده هضم ميكانيكي لان الوسارة الصفروية مفهاش اي انزيمات تعال شوف كده بقية الاختيارات هضم البروتينيات الى حموات امينية لا هضم البروتينيات احنا عندنا بمستخدم انزيم البيبسين في المعدة والتريبسين في الأمعاء والبيبتيتيز برضو في الأمعاء فدي ما تنفعش جيم بيقولك هضم البروتيلات إلى ثلاثل عديد بيبتيت برضو نفس الفكرة ما تنفعش هضم الملتوز إلى جولوكوز ده بيحصل بواسطة إنزيم الملتوز وده برضو مادة كيميائية ما ينفعش صور رقم 36 بيقولك يسهل كل من الأتي عملية التبرز ما عادة ارتخاء العدلة العصيرة الشراجية ده فعلا متسهل فمشان نختارها انقباض العضلات على طول الأمعاء الغليظة لها الحركة الدودية برضو متسهل مشان نختارها المخاطر اللي بتفرز الأمعاء الغليظة برضو صحيح مشان نختارها البيئة الحمدية للمعدة ده ملوش علاقة بعملية التبرز وبالتالي ده اللي هنختاره صور رقم 37 بيقولك تعتمد عملية تبادل الغازات في الحواصلات الهوية على خاصية تبادل الغازات في الحواصلات الهوية بيعتمد على خاصية الانتشار طبعا مش التشرب ولا نفذية الاختارية ولا الاسموزية الاسموزية دي مية بس نفذية الاختارية طبع المية والاملاح التشارط دي مية بس الانتشار لان طبعا احنا عندنا الحويصالة الهوائية ده شكل مسلا الحويصالة الهوائية وده شكل الشعيرة الدموية اللي بتعدي من جنبها تركيز سانيكسود الكربون في الشعيرة الدموية بيكون عالي بيكون فيها سي اوتو عالي والحويصالة الهوائية بيكون فيها اوتو عالي وبالتالي بيحصل تبادل الغازات فيبدأ الأوتو إن هو يدخل إلى الشعار الدموية لأن تركيزه عالي وسينيكسود الكربون بيبدأ إن هو يدخل إلى الحيصلة الهوائية وبالتالي دي الخاصية اسمها خاصية الانتشار صار رقم 32 يقول لك يتم امتصاص المواد الغزائي المهضومة من الأمعاء بوسطة في الأمعاء بيتم الامتصاص المواد الغزائي المهضومة بوسطة الانتشار طيب الانتشار مثلا في حالة إن لو ده مثلا لو دي الأمعاء وده الوعاء الدموي لو المادة 100% بيتم انتقالها بخاصية الانتشار طيب لو حصل مثلا وبقى 50 هنا و50 هنا خلاص كده الخمسين دول هنبدأ إن إحنا نفتقدهم لأ بيتبدأ برضو الخاصية الثانية بخاصية النقل النشط يبدأ الوعاء الدموي ينتص المواد من الأمعاء بخاصية النقل النشط وبالتالي يتم انتصاص المواد الغزائي المهضومة من الأمعاء بوسطة الانتشار في الأول وبعد كده النقل النشط الصور رقم 39 بقولك إذا علمت إن إنزيم البيبسين ليه دور هضمي في جسم الإنسان فإن وظيفة هذا الإنزيم إضافة مية ولا نزع مية ولا نزع مجموعة كاربوكسايل ولا إضافة مجموعة أمين عملية الهضمية أصلا اسمها عملية التحلل المائي إحنا بنجيب النشط زائد الماء يدينا ملتوز وبالتالي نستنتج كده إن وظيفة الإنزيمات الهضمية دي هي إضافة المية لأن الهضم هو عبارة عن تحلل المائي صور رقم 40 بقولك إذا كانت سي تمثل الأحماض الأمنية إذا كانت دائرة دي سي هي الأحماض الأمنية فما هي الإنزيمات التي تعمل على هضم إيه وبي على الترتيب إيه دي الدائرة كبيرة وبي الدائرة صغيرة إبقى إيه دي البروتين وبي ليه سلاسل عديد البطايد ويبقى كده سي الأحماض الأمنية اللي بيهضم البروتين يأيما البيبسين يأتن بسي طيب اللي بيهضم سلاسل عديد البطايد هو إنزيم البيبتيز يبقى على الترتيب كده بيبسين يبقى تعاني شوف كده الاختيارات ألف بيقولك البيبسين البيبتيز فعلا إجابة صحيحة تريبسين وعميلز ما تنفعش بيبسين انتريكوينيز ما تنفعش عميلز وبيسين ما تنفعش صور رقم 41 بيقولك يوضح التمثيل البياني الآتي التغير في تركيز سانيوكسيد الكربون داخل وعاء محكم الغلق بداخله نباتات مع مرور الوقت ما الذي قد يكون السبب في حدوث انخفاض في تركيز سانيوكسيد الكربون قبل الساعة العشرة الرسم البياني اللي داننا ده بيوضح لنا ده المنحنة الأفقي بيوضح الزمن والمنحنة الرأسي بيوضح الضغط الجزي في سانيوكسيد الكربون والمنحنة أو الرسم البياني بيوضح لنا أن السانيوكسيد الكربون بيبدأ أنه يزيد بعد كده يقل ويزيد ويزيد ويقل وهكذا معنى كده إن السنكسود الكربون لما بيتم إطلاقه من النبات بيرجع تاني يقل يعني الكلام ده إن النبات ده بيبدأ إن هو يعمل عملية التنفس الخلوي فيزود كمية سنكسود الكربون بعد كده يرجع عملية بناء الضوي فيبدأ كمية سنكسود الكربون تقل وهكذا يعمل تنفس خلوي يطلع سنكسود الكربون بعد كده بناء ضوي فيبدأ إن هو يستغل سنكسود الكربون وتقل وهكذا بناء ضوي وتنفس خلوي يعني تعال كده بقى نشوف الاختيارات قليب بيقولك تعرض النباتات لأشعة الشمس وقيمها بعملية البناء الضوي فعلا دي عبارة صحيحة بيئة الاختيارات به بيقولك تغطية الوعاء بقطعة كوماش دا كنا ولو تم تغطية النبات مش هيقومها عملية البناء الضوي بالتالي مش هيبدأ ان هو ياخد سنكسد الكربون اللي طالع والناتج من عملية التنفس فده ما تنفعش جيم بيقولك وضع النبات في الظلام ما هي نفس الفكرة برضو مرور النبات بعملية تخمر حمد لاكتيك برضو ما تنفعش طالما تخمر حمد لاكتيك يبقى كده مش هيطلع سنكسد الكربون لا هو بيطلع سنكسد الكربون وتبدأ ان هو يستغل سنكسد الكربون تاني في عملية البناء الضوي اتنين واربعين بيقولك يحدث لمرافقات الانزيمات أثناء التنفس الخلوي الهواء كل الآتي مع هذا مرافقات الانزيمات هو هنا قصده على الناد الناد بلس أو الناد موجب والفاد إيه اللي بيحصل لهم أثناء التنفس الخلوي اختزال أثناء دورت كريبس تعال بس الأول كده نعرف يعني اختزال وأكسدة احنا عندنا حاجة اسمها اختزال وحاجة اسمها أكسدة اختزال يعني زيادة في الشحنة السلبة يعني كده الجزيء بيكتسب هيدروجين أو بيكتسب إلكترون أو بيفقد أكسجين طيب أكسدة أكسدة يعني زيادة في الشحنة الموجبة يعني كده الجزيء ده بيفقد هيدروجين يعني ما بيفقد هيدروجين أو بيفقد إلكترون أو بيكتسب أكسجين طيب اللي بيحصل بقى لمرافقات الإنزيمات في دورة كريبس وإنشطار الجولوكوز بيحصل لهم اختزال يعني بيكتسبوا هيدروجين طيب ويجي بعد كده في سلسلة نقل الإلكترون بيحصل لهم أكسدة يعني بيفقدوا الهيدروجين اللي هو الإلكترونات يعني طبعا كده نشوف الاختيارات أول حاجة اختزال أثناء دورة كريبس هم فعلا بيحصل لهم اختزال احنا عايزين نشوف إلي ما بيحصل لهم السؤال بيقولك يحدث لمرافقات الإنزيمات أثناء التنفس الخلوي الهوائي كل الآتي مع عادة I اختزال أثناء دورة كريبس بيحصل لهم اختزال لأن بيتحول الناد بلس إلى ناد H والفاد بيتحول إلى فاد H2 أكسدة أثناء سلسلة نقل الإلكترون فعلا بيحصل لهم أكسدة بيبدأوا أن هم يفقدوا الإلكترونات أو يفقدوا الإلكترونات في دور في سلسلة نقل الإلكترون جين بيقولك اختزال اثناء انشطار الجولوكوس فعلا برضو بيحصل لهم اختزال اكسدة اثناء دورة كريبس لا بيحصل لهم اختزال اثناء دورة كريبس فتبقى الاجابة داد. تلاتة وربيعين بيقول لك لو توقفت دورة كريبس عند حمد المليك وتم تحرير الطاقة من مرافقات الانزيمات فكم عدد جزئيات اي تي بي النتيجة بشكل غير مباشر من جزئ واحد من حمد البيروفيك يعني احنا هنبدأ نحسب من حمد الايه البيروفيك الطاقة الغير مباشرة يعني ما نحسبش الاي تي بي لطلع بشكل مباشر احنا هنبدأ نحسب الطاقة الغير مباشرة الموجودة في مرافقات الانزيمات طيب تعال كده نحسبهم حمد البيروفيك في الدورة التحضيرية حمد البيروفيك الواحد بيتحول الى اسيطايل وكده بناخد ناد اتش بناخد ناد اتش واحد بس بعد كده الاسيطايل بيتحول الى حمد الستريك وبعد كده الستريك بيتحول الى هذه الستريك بيبدأ ان هو يتحول الى حمد الكيتو جلوتاريك فبناخد ناد اتش واحد احنا هنا بنحسب حمد البيروفيك الواحد فبالتالي بناخد ناد اتش واحد بعد كده الكيتو جلوتاليك بيتحول الى حمد الساكسينيك فبناخد كمان ناد اتش ده حمد الساكسينيك بعد كده حمد الساكسينيك بيبدأ ان هو يتحول الى حمد المليك فبناخد جزيء فاد اتش تو وكمان بناخد اي تي بي بس احنا مش هنحسب الاتي بي علشان السؤال قال لك الغير مباشر وهنا المفروض ان احنا بيقولك الدورة توقفت عند حمد المليك فنحسب كده الناد اتش بي دينا 3 اي تي بي طيب ادي كده 3 اي تي بي وكمان 3 اي تي بي وكمان 3 اي تي بي يبه كده 9 اي تي بي والفاد بي دينا 2 فاد اتش تو بي دينا 2 يبه كده 11 اي تي بي يبه كده الاتي بي اللي هي الطاقة الغير مباشرة اللي طلعنا 11 اي تي بي فتبقى الاجابة 11 ساركة 44 بيقول لك كم عدد جزئات ETB النتيجة بشكل غير مباشر من اجسادة 10 جزئات من حمد البيروفيج لما يجي يحصل اجسادة 10 جزئات لحمد البيروفيج تعال كده نكمل برضو الاحصائية اللي احنا كنا فيها كده حمد الماليك بيبدأ بعد كده يكمل ويوصل لحد ما يدينا حمد الوجزال واساتيك وفي الطريق ده بيطلع لنا كمان جزئ ناد H يعني ال 11 دول كده هنزود كمان 3 عليهم وكده يبقى احنا معانا 11 و3 14 يبقى حمد البيروفيج الواحد بيدينا 14 ETB بشكل غير مباشر لانه هنا برضو السؤال التاني بيقول لك كم عدد جزئات ETB النتيجة بشكل غير مباشر من اجسادة 10 جزئات من حمد البيروفيج فطبعا احنا هنكمل خلاص الدورة وبعد كده نروح لحمد اللوجزال واساتيك هنزود كمان الثلاثة اللي طالعين من الناد H يبقى كده 11 و3 14 يبقى الواحد بيدينا 14 يبقى العشرة يدونا 140 صورة كم 45 بيقول لك بتختلف النباتات الخضراء مع بكتيريا الكابريت الخضراء والأورجونية في كل مما آتي نوع الكولوروفيل فعلا بيختلفوا في نوع الكولوروفيل فمشان اختارهم مصدر الهيدروجين اللازم بالاختزال CE2 النباتات الخضراء مصدر الهيدروجين بيكون ال H2O إنما بكتيريا الكابريت بيكون ال H2S اللي هو كابريتية الهيدروجين وبالتالي بيختلفوا فمشان اختارها الناتج السنوي بيختلفوا لأن الكابريت بيكتيريا الكابريت بترصب كابريت ونبات الأخضر بيبدأ أنه يطلع أكسجين وبالتالي بيختلفوا ده اللي بيقول لك تكون مواد معقدة التركيب من مواد أولية اللي هو الجلوكوز اللي اتنين بيكونوا الجلوكوز وبالتالي الاتنين مش بيختلفوا في النقطة دي صورة كم 46 بيقول لك عند تحول حمد البيروفيك إلى حمد لاكتك يحدث ايه؟ حمد البيروفيك هو C3H4O3 بيبدأ أن هو تحول لحمد اللاكتك اللي رمزه بيكون C3H6O3 يعني كده حمد اللاكتك حصل له اختزال لأنه اكتسب هيدروجين طيب جاب الهيدروجين منين؟ كان فيه مرافق الانزيم اللي هو النات H2 ناد H بس عفوا هيبدأ أن هو يفقد الهيدروجين ويديها لحمد اللاكتك ويتحول إلى ناد بلس وبالتالي مرافق الانزيم في الحالة دي هو فقط الكترون يعني كده حصل له اكسادة يبقى عند تحول حمد البيروفيك إلى حمد اللاكتك يحدث اختزال الحمد البيروفيك فعلا بيحصل اختزال الحمد البيروفيك طبعا نشوف كده بيجيب الاجابات اكسادة تحمد البيروفيك لا ما بيحصلش اكسادة اختزال النات H في السيتو بلازم هو اللي بيحصل النات H انه بيحصل له اكسادة مش اختزال اختزال النات H في الميتوكوندريا هو وصل ما بيخوشش من الميتوكوندريا لان ما بيكونش فيه اكسوجين لان ده تنفس لهواي فتبقى الاجابة الف سامعة وربعين بقولك حتى يقوم احد الكائنات الحية بالقيام بنشاط معين فإنه يحتاج الأجسادة 10 جزيء جلوكوز في وجود الأكسوجين فكام عدد جزيئات الجلوكوز اللي لازم أجساداتها في غياب الأكسوجين لكي يقوم بنفس النشاط يعني كده نحسب كميات ال-ATP اللي طلع من أجسادة 10 جلوكوز في وجود الأكسوجين 10 وفي وجود الأكسوجين الواحد يدينا 38 يبقى كده 380 طيب في غياب الأكسوجين الجلوكوز الواحد يدينا 2 إبقى كده احنا نقسم 380 على ال-2 هيدينا 190 فتبقى الإجابة 190 جزيء جلوكوز لازمة لأكساداتهم في غياب الأكسوجين علشان خاطر يدونا 380 صار ركب 48 بيقولك أي صمامات التالية بيحدد مصار الدم والذي يحتوي على أعلى نسبة من القربة منهيموجلوبين يعني الدم اللي بيكون غير مؤكسش دي رسمة القلب القلب بينقسم طوليا إلى تبقى جزء أيمن وجزء عيصر جزء part Eagle اللي بيكون في دم غير مؤكسش وجزء الايصر اللي بيكون في دم المؤكسش إحنا هنا عايزين نشوف الصمام اللي بيحدد مصار اينتقال الدم اللي بيحتوي على القربة منه يعني بيحتوي على كربون يعني غير مؤكسش يلوها بللون الأزرع أول صمام معنا هو الصمام سلاسي الشرافات طالقي صمام هو الصمام الرعوي يبقى صمام سلاسي الشرفات والصمام الرأوي الرأوي والمترالي ماينفعش الرأوي وسلاسي الشرفات فعلا الرأوي وسلاسي الشرفات الرأوي وسناي ماينفعش الرأوي والأورطة ماينفعش سورة 149 بيقولك كام عدد جوزات yeahtp النتيجة بصورة مباشرة من 4 دورات excrebs دورة excrebs الوحدة اللي بيطلح فيها tp بشكل مباشر هي واحدة يعني دورة excrebox الوحدة بتطلع awarded b1 ينتقلها 4�出来 يطلعها 4 � Atp ول JAMA 4 صور رقم خمسين بيقول لك كمعات جزئيات تي بي النتجة من هضم اجسادة عشر جزئيات ملتوز جزئي الملتوز الواحد بيكون فيه اتنين جلوكوز وبالتالي عشرة ملتوز بيكون فيهم عشرين جلوكوز يبدأنا كده هنضرب عشرين فيه فيه تمانية وتلاتين هيدونا ستمية وسبعين صور رقم معهد خمسين بيقول لك انظروا الى تمثيل الباني الموضح ايه مما ياتي يعتمد عليه النبات اثناء امتصاص الفوسفور تعaced نشوف تركيز الفوسفور بيقول لكااااااااااا الاسفر ده بيمثل تركيز المعدن في التربة يعني اذا الاسفر ده في التربة والازرق تركيز المعدن في الخليه النباتية التبود الفوسفور الفوسفورة فالنبتة عشان خاطر يمتصوا تركيزوا في التربة عالي يبقى كده يمتصوا بخصية الانتشار كباليقاب الانتشار اتصور رقم Sow Khalid 52 بيقول لك اي الجزئات التاليه يحدث لاينشطار الفعلي اثناء اكسادة الجولوكوز فعلا من شطر الفعلي بيحصل لجزيء فاركتوز واحد وستة فسفات. الصهارك امتهتها وخمسين بيقول لك اقل قدر من الطاقة يمكن ان ينطلق نتيجة اكسادة مول واحد من الجولوكوز. اقل قدر من الطاقة وجيب لك الصهارات الحالية. هنا عندنا الواحد اي تي بيدينا من سبعة الى اتناشر. يعني اقل قدر هو السبعة. طيب اكسادة مول واحد من الجولوكوز بيدينا ثمانية وثلاثين اي تي بي. يعني كده الاقل القيمة هي بها نضرب ثمانية وثلاثين في السبعة. ثمانية وثلاثين في السبعة تدينا متين ستة وستين صعر حالي. الصهار رقم اربعة وخمسين بيقول لك كم عدد جزيئات اي تي بي النتيجة بصورة مباشرة عند اكسادة جزيء الجولوكوز اكسادة تمه. اللي بيطلع بصورة مباشرة احنا بناخد اثناء انشطار الجولوكوز اتنين اي تي بي. وبينتج عن الجزيء الجولوكوز الواحد بيدخل دورة كريبس مرتين. ودورة كريبس الواحدة بتدينا واحد اي تي بي. واحنا بندخل بجزيء الجولوكوز الواحد دورتين كريبس يبقى كده اتنين اي تي بي. يبقى كده عاد جزيئات اي تي بي النتيجة بصورة مباشرة اتنين اثناء الانشطار و 2 خلال دورتين كريبس بأكدها 2 و 2 4 صورة 55 بقول لك أي ممالي ينتج أقل عدد من جزائيات الـ ATB مين من الاختراض دي بينتج أقل عدد من جزائيات الـ ATB دورة كريبس الواحدة بتدينا 1 ATB أجساد الجزيء فات H2 من سلسل 2 الالكترون بتدينا 2 ATB التخمر الكحولي بتدينا 2 ATB التخمر الحمدي برضو بتدينا 2 ATB يبقى أقل لحاجة هي دورة كريبس الواحدة صورة 56 بيقول لك يوجد في الخلية مرافقات إنزيمات اللي هي الناد موجب و الفات يلعبها دور مهم في التنفس الخلوي كحاملات الإلكترونات دي عبارة صحيحة أثناء دورة كريبس فقط يتحولوا إلى فات H ويتحولوا إلى ناد H وفات H2 لا مش خلال دورة كريبس فقط لأن احنا معانا أثناء انشطار الجولوكوز بيبقى فيه ناد بلص بيتحول إلى ناد H فتبقى الأولى صح والتانية ورق العبارة الأولى صح والتانية قطع الصورة رقب 57 بيقول لك الفاسفرات الأكسدية تكون مصحوبة بأي الفاسفرات الأكسدية دي بتحصل في سلسلة نائل الإلكترون بتكون مصحوبة باستهلاك أكسجين أو إطلاق أكسجين ولا ملهاش علاقة بالأكسجين ولا بزيادة إطلاق الأكسجين الناتج اللي بيحصل إن في الفاسفرات الأكسدية بيكون الأكسجين هو المستقبل إلى خير بيتحد الأكسجين بناخد نص علشان يتحد مع ال H2 فبيكون لنا المية في النهاية اللي هو ال H2O وبالتالي اللي بيحصل في الفسفرات الأكسيدية هو استهلاك الأكسوجين صاركة 58 أي الخصائص التالية مشتركة بين حركة المية والأملاح التشرب ولا نقل النشط ولا الإسموزية ولا الانتشار عايزين حاجة مشتركة ما بين المية والأملاح التشرب مية بس نقل النشط أملاح بس الإسموزية مية بس الانتشار بيكون فعلا في المية والأملاح 59 مرحلة التنفس الخلوي التي تحدث على الغشاية الداخلي للميتوكوندريا اللي هي سلسلة نقل الإلكترون داس والمباشر صارك 65 بيقولك ماذا يحدث لمركبات الوسطية في دورة كريبس المركبات الوسطية اللي هو حمد الستريك والكيتو جلوتاريك والساكسينيك والماليك والأجزال وستيك اللي بيحصل لهم؟ بيحصل لهم أكسادة يعني بيفقدوا بيفقدوا إلكترونات وبالتالي بيحصل لهم أكسادة حيب أكسادة بيفقد الإلكترون صارك 61 بيقولك أي تركيب الآتية تشارك في تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كميعية بيضم تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كميعية بوسطة الكولوروفيل والكلوروفيل بيكون موجود داخل البلاستيدا الخضراء حانا عندنا سين سين ده اسمه جهاز جولجي وصاد اللي هو النواه وعين دي اللي هي الميتوكوندريا وهو اللي هي البلاستيدا الخضراء وبالتالي اللي بيتم تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كميعية بوسطة الكولوروفيل بيحصل داخل التركيب وهو اللي هو البلاستيدا الخضراء 62 بيقولك من خلال الشكل بالأعلى أي تركيب التي تنتج المتفاعلات التي تستخدم في عمالية البناء الضوئي ايه المتفاعلات اصلا اللي بيتم استخدامها المتفاعلات اللي بيتم استخدامها في البناء الضوي هي طبعا ده معدد البناء الضوي 12H2O زائد 6CO2 علشان في النهاية يدونا الجولوكوز اللي هو C6 H12O6 زائد المية 6H2 زائد 6O2 المتفاعلات هي CO2 و H2O اللي بيتكون او اللي بينتج المتفاعلات هي الميتوكندري يبا تركيب عين صور رقم 63 بيقولك ما المصار ما مصار الدم في الوعاء الدمه المقابل الوعاء الدمه اللي احنا شايفينه ده بيحتوي على سمومات وبالتالي ده وريد الوريد بين يل الدم من الجسم الى القلب يبا يقولك من الكبد للأمعاء دي ما تنفعش احنا عندنا الوريد البابي الكبدي بينئل من الامعاء الى الكبد وبالتالي ما تنفعش من القلب للكبد لا احنا عندنا الوريد بينئل من الكبد للقلب يبا من الكبد الى القلب من القلب الى امعاء ده بيكون شريان ما ينفعش سور رقم 64 بيقولك من مكونات الدم اللي بتلعب درغي المباشر في هضم الدهون هي قرات الدم الحمرة لأنه قرات الدم الحمرة بيتم تكسيرها في الكبد علشان الكبد بعد كده يستخدم البروتونات الموجودة فيها في تكوين العسارة الصفروية اللي بعد كده بيطلقها إلى الإصنع عشر وبتقوم العسارة الصفروية بتحويل الدهون إلي مستحلب دهني وبالتالي اللي بيلعب دور غير مباشر هي قرات الدم الحمرة 65 بيقولك من أسباب عدم التجلط الى اسباب اللي بتؤدي الى عدم التقلط تحويل البروثرومبين الى سرومبين لا دي من اسباب التقلط تحويل الفيبرينوجين الى فيبرين دي من اسباب التقلط تكوين السرومبوبلاستين دي برضو من اسباب التقلط نقص فيتامين ك دي من اسباب عدم التقلط لان فيتامين ك الكبد بيستخدمه في تكوين بروتين البروثرومبين وبالتالي لما بيحصل نقص بيؤدي الى عدم التقلط عدم تكوين مادة البروثرومبين وعدم التقلط الصور رقم 66 بيقولك أي الأعضاء التالية يحتوي على أعلى نسبة من أيون الهيدروجين الموجب أيون الهيدروجين الموجب بيكون أعلى نسبة له في الوسط الحمدي وبالتالي الوسط الحمدي هو المعدة يبقى اللي بيحتوي على أعلى نسبة من أيون الهيدروجين الموجب الوسط الحمدي والوسط الحمدي اللي هو المعدة لأن البيتش فيها من 1.5 إلى 2.5 صار رقم 76 بقولك ماذا تمنع مادة بتمنع تحويل البروسرومبين إلى سرومبين هي الهيبارين ودي المادة اللي بيكونها الكبد وطبعا احنا عارفين ان الكبد ليس لحظوا حدين او الكبد ليه دور متعكس في تكوين الجلطة لانه بيفرز الهيبارين اللي بيمنع تحويل مادة البروسرومبين إلى سرومبين وكمان بيفرز البروتين البروسرومبين اللي بتحول بعد كده إلى سرومبين واللي بيعمل بعد كده على تحويل الفيبرونجين إلى فيبرين وبالتالي الكابد ليه دور متعكس صورة 68 يقول لك أهم ما يميز النباتات الصحروية ويعد السبب في بقاؤها على قيد الحياة كسر المجموع الجزري ده المفروض أن ده ما ينفعش زيادة تركيز العصير الخلوي لخلايا الجدر فعلا زيادة تركيز العصير الخلوي لأنه بيخلي التركيز عالي في الفجوة العصرية وبالتالي تمتص كمية كتير من الطربة الملحية في النباتات الصحروية طول المجموع الخضري لها هو طول المجموع الخضري حاجة كويسة ولكن ده مش أهم ما يميزها صغر حجم الفجوات الصهرية صغر حجم الفجوات العصرية لأ المفروض أن الفجوات العصرية يكون حجمها كبير وبرضه مش من أهم ما يميز النباتات الصحروية 69 يقول لك أي شروط الآتية يجب توفرها لكي تنتقل الأيونات بوسطة النقل النشط أي شروط التي يجب توفرها يجب أن تكون شحنة الأيونات مجابة لا مرحش علاقة يجب ان تحمل الايونات شحنة سالبة برضو ملاش علاقة يجب ان يتوافر الادونيزين ثلاثي الفسفات اللي هو الاتب والتالي ده الشرط الاساسي في عملية النقل النشط صار رقم سابعين بيقولك ايوم الكائنات اللي اتيها احتاج لجهزة نقل متخصصة الهايدرا والبروتوزوة والضفدع والاميبة دي كائنات بسيطة ما ينفعش بيتم فيها نقل المواد بوسطة النقل النشط او الانتشار الكائن الاكثر تعقيدا هو اللي بيعتاج لجهزة نقل متخصصة زي الضفدع سرقة واحد وسبعين بيقولك العلاقة بين درجة الحرارة وسرعة النقل النشط في اللحاء في علاقة طبعا ما بين النقل النشط في اللحاء وما بين درجة الحرارة وكمان في علاقة ما بين الاكسجين وبرضو النقل النشط بس احنا انا عايز اعرف العلاقة ما بين درجة الحرارة والنقل النشط كل ما تزيد درجة الحرارة بيزيد النقل النشط لحد ما توصل ل حد يعني درجة معينة كده بعد كده لو زيت الدرجة الحرارة عن الحد المعين بيبدأ الموضوع ان هو يتعكس وبالتالي الاختيار هيكون جيم كل ما تزيد درجة الحرارة النقل النشط بيبدأ يزيد لحد ما يوصل الى مرحلة معينة يكون فيها النقل النشط اعلى ما يمكن برضو لو فضل الزيادة في درجة الحرارة هيبدأ يعني مثلا نظر لو درجة الحرارة وصلت ل 50 و 60 و 70 وفضلت قابلة للزيادة بعد كده النبات اصلا ممكن ان هو يموت يعني بسبب الارتفاع الزيادة عن اللازم في درجة الحرارة هيسبب النقص في النقل الايه النشط فتبقى العلاقة جيم 72 من العامل المؤسرة على النتح وسحب الماء من التربة كل الاتي معده سمك طبقة الكيوتين سمك طبقة الكيوتين فعلا بتأثر على النتح عدد الصغور فعلا بيأثر على النتح شدة الاضاء او شدة الدول معرض ان لما بد فعلا بيأثر على الاناتحكمية الاضاء النضجة للجهد Liquid زي الدول معيد ذلك متحدث مع النتح فتبقى اختارها Noise 93 من THE اليles failing صحيحة يكون نسيج الخشب بنقل العصارة النضجة السوداء النقي في اللعين وهي المي والاملاح متنفعش يكون نسيج اللحاء بنقل العصارة النيه لا ما ينفعش دا دون الخشب يكون نسيج الخشب بنقل الغزاء ضد اتجاه الجزاء لا هو مش بين الغذاء اللحاء هو لي بين الغذاء يقوم نسيج اللحاء بناء للعصارة الناضجة معه و ضد الاتجاه الجاذبية فعلا دي الإجابة الصحيحة سرقم 64 بولك يتم نقل الجلوكوس في تحلب الكولوريلا ده تحلب بسيط بتم نقل الجلوكوس في بوسطة النقل النشط لأن تحلب ده مش بيحتوي لا على خشب ولا على لوحاء ولا حتى نسيجة نقل متخصصة سرقم 75 بولك يتم نقل أدينوجين ثلاثي الفوسفات من الخلية المرافقة إلى الأنبوبة الغربالية بواسطة بواسطة حاجة اسمها البلازموديزمة البلازموديزمة بيوصل ما بين السيتوبلازمة بتاع الأنبوبة الغربالية والسيتوبلازمة بتاع الخلية المرافقة وبالتالي بيتم نقل الأدينوجين ثلاثي الفوسفات اللي هو الاتب خلال الخليتين 76 بيقولك عندما يكون الوزين الايمن منقبض بص تعالي كده نجيب رسمة القلب دايماً الأزين بيكون عكس البطين يعني الأزين لما يكون منقبض البطين يكون منبسط وطالما الأزين منقبض يبقى كده الأزين بيضخ الدم إلى البطين وبالتالي الصمام اللي بيكون موجود ما بين الأزين والبطين بيكون مفتوح يعني لما يبقى الأزين منقبض يبقى البطين منبسط والصمام اللي ما بينهم بيكون مفتوح وهكذا في الناحية التانية الصمام صنائي الشرفات والثلاثة الشرفات بيكون مفتوح وطالما الصمامات الموجودة ما بين الوزين والبطين مفتوحة يبقى الصمامات الهللية بتكون مقفولة وفي الحالة دي الصوت اللي بينشع عن القلب بيكون صوت حد وقصير لأن الصوت الحد والقصير بينشع نتيجة غلق الصمامات الهللية وفي الحالة دي ضغط الدم بيكون الضغط الانبساطي اللي هو 80 بتاعي نشوف كده السؤال سؤال بيقولك عندما يكون الوزين الايمن منقبض الوزين منقبض الوزين الايمن منقبض والصمام المترالي مغلق طالما الوزين منقبض يبقى الصمام المترالي بيكون مفتوح بدي ما تنفعش الوزين الايمن منقبض والصمام الأورطة مفتوح لا برضو ما تنفعش البطين الايمن منبسط طالما الوزين منقبض يبقى فعلا البطين الايمن بمسط تمشي والصمام المترالي مغلق لا الصمام المترالي ما ينفعش الصمام المترالي لازم يكون مفتوح علشان ينقل الدم من الازين الى البطين ده اللي بيقولك البطين الايصر بيكون منبسط دي تمشي والصمام ثلاثة الشرفات بيكون مفتوح فعلا دي تمشي تبقى دي الاجابة الصحيحة سور رقم 77 بيقولك يبلغ معدل تكوين كورات الدم الحمرة حوالي خلية في الثانية احنا عندنا في الدقيقة بيكون 100 مليون خلية في الدقيقة الواحدة طيب في الثانية يبقى احنا كده هنقسم 100 على الستين هيدونا حوالي واحد وستة من عشر طيب اقرب رقمك عندنا كام المليون ونص يبقى في الثانية الواحدة بيتم تكوين حوالي مليون ونص او مليون وستمائة خلية في الثانية سور رقم 178 بيقولك ما نتاج المترتبع على فتح الصمام الهلالي اثناء انكباض البطين الايمن حكذا نشوف الرسمة البطين الايمن اللي بينقابد المفروض ان الصمام الهلالي اللي هو الصمام الراوي يفتح حيب الطبيعي طبيعي ان الدم يمشي في مصارو الصحيح سور رقم 79 بيقولك كل من ما يلي يتزمن مع الصوت الحد والقصير الصوت الحد والقصير بينشأ نتيجة غلق الصمامات الهلالية يعني الصمام الاورطة بيكون مقفول والصمام الراوي بيكون مقفول وبالتالي كده البطين بيكون منبسط والازين بيكون منقبض والصمام اللي بيكون موجود ما بينهم بيكون مفتوح وفي الحالة دي ضغط الدم بيكون واطي طيب اللي هو الضغط الانبساطي طبعا نشوف كده الاختيارات انقباض الاوزين انقباض الاوزين فعلا صح فتح الصمام المترالي احنا بقولك بيتزمن مع الحد والقصير كل الاتي احنا عايزين كل الاتي ما عادة ايه انقباض الاوزين صح فمش هنختارها فتح الصمام المترالي برضو صح لان الصمام المترالي بيكون عكس الصمام الهلالي وبالتالي بيكون مفتوح فتبقى دي صح انقباض البطين الايصر لانقباض المفروض البطين بيكون منبسط وبالتالي دي ما تنفعش طيب غلق الصمام الهاورطة فعلا اصلا السلط الحد بينشع نتيجة الغلق الصمامات الهلالية الي هو الاورطة والرقوي فدي تنفع فمش هنختارها 80 بيقولك اذكر اربع اعضاء تصب 沒有 حتياته في الوريد البابي الكبدي اول حاجة بيصب محتياته في الوريد البابي الكبدي هي الامعاء لان احنا عندنا الامعاء بتصب المحتويات اللي بيتم الامتصاص اصلا من مواد من الامعاء الى الوريد البابي الكبدي يبقى اول حاجة الامعاء تاني حاجة موجودين عندنا في الكتاب اللي هو الطحال والمعدة والبنكرياس يبقى أربع أعضاء المعدة والطحال والأمعاء والبنكرياس صار رقم 1-80 بقولك ما اسم العملية الموضحة في الشكل الموضحة الشكل اللي قدامنا كده شايفين دخول سنكسود الكربون وخروج الأكسجين وبخار الماء دي تبقى عملية اسمها عملية تبادل الغزاد صار رقم 82 بقولك أي الكائنات التالية تقوم بعملية البناء الضوء جميع أنواع النباتات ما تنفعش لأن احنا فيه عندنا نباتات اسمها النباتات الطفيلية زي مثلا النبات الهالوك وبالتالي النبات ده مش بيقوم عملية البناء الضوء فما ينفعش يكون جميع أنواع النباتات لا بيكون النباتات الخضرة بس النباتات والفطريات الفطريات مش بيقوم بعملية البناء الضوء النباتات الخضرة النباتات وبعض البكتيريا فعلا النباتات وبعض أنواع البكتيريا سؤال رقم 83 بيقولك أي من التالي لا يصف التفاعلات الانزمية في البلاستيدة الخضرة التفاعلات الانزمية هي تفاعلات الظلام اللي بتحصل في السترومة مين من دول لا يصف؟ درجة الحرارة هي العام المحدد بيحصل فيها ودي بتصفها فمش ينفع نختارها تحدث في السترومة فمش ينفع نختارها تحدث في الجرانة لا اللي بتحصل في الجرانة هي التفاعلات الضوئية والتالي دي اللي ينفع ان احنا نختارها تفاعلات لاضوائية برضو دي من الصفات تفاعلات الإنزمية وبالتالي ما فاش أن ن א�حنا نقترها أربعة منين بقولك أي ما نتالي من المركبات الطاقة التثبتية نحن عندنا مركبات الطاقة التثبتية ATP بينقيل الطاقة من الجرانة إلى السوتروما وعندنا NAD PH2 ناد PH2 بيستقبل الهيدروجين وينقله إلى السوتروما وبالتالي هي دي مركبات الطاقة التثبتية أنبها NAD PH2 خمسة من القولين بقولك عند وضع قطعة بطاطس وزنها 60 جراء وتركيز فاجواتها العسرية 20% في كأس بي محلول فتغير وزنها إلى 65 يعني كده اكتسبت اكتسبت مية فكم يكون تركيز المحلول في الكاس قبل التجربة معنى كده ان تركيز المحلول في الكاس كان أقل من 20% لأن هي اكتسبت مية يعني تركيزها بيكون أعلى فلما اكتسبت يبقى تركيزها بيكون أعلى طيب 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 هكذا نشوف الاختيارات 20% ما تنفعش لتركيزها لازم يكون أقل من 20% 25% ما تنفعش 15% تنفع 40% ما تنفعش سوار رقم 86 بيقولك عند استخدام ثاني اكسيد الكربون يحتوي على اكسجين O18 في عمية البناء الضوئي في سوار رقم 86 بيقولك عند استخدام ثاني اكسيد الكربون يحتوي على الاكسجين O من النظير 18 في عمية البناء الضوئي في عمية المالي يحتوي على نظير الاكسجين O من النظير 18 تعال كده نشوف المعادلة دي عشان خطر احنا عندنا سؤالين وراء بعض احنا عندنا معادلة البناء الضوي احنا بناخد 12 H 2 O زائد 6 CO2 بيطلع لنا C6 H12 O6 زائد 6 H2O زائد 6 O2 العلماء او التجارب اثبتت ان المية هي مصدر الاكسوجين المتصاعد يعني الاكسوجين اللي في المية ده هو مصدر الاكسوجين المتصاعد وبالتاني الاكسوجين اللي بيكون موجود في سانوكسود الكربون هو مصدر الاكسوجين اللي بيكون موجود فيه الجلوكوز واللي بيكون موجود في المية فهنا في السؤال بيقولك عند استخدام سانكسود كربون في أكسوجين من النظير O18 يبقى مين اللي هيطلح فيه O18 هو الجلوكوز والمية يبقى كده الجلوكوز والمية 87 نفس الفكرة بيقولك عند استخدام مية يحتوي على نظير O18 في عامل البناء الضوية فهي مال يحتوي على نظير O18 المية هي مصدر الأكسوجين المتصاعد يبقى أكسوجين متصاعد فقط 88 بيقولك العلاقة ما بين تركيز محلول الفجوة العسرية وتركيز محلول التربة يمثل بأي رسمة أمامك العلاقة ما بين تركيز محلول الفجوة وتركيز محلول التربة علاقة عكسية لأن كل ما يزيد تركيز محلول الفجوة بيبدأ يقل تركيز محلول التربة فتبقى علاقة عكسية صور رقم 89 إذا كان تركيز أيونات الماغنيسيوم داخل شعيرة جزرية 75 يعني لو كان تركيز الماغنيسيوم داخل الشعيرة الجزرية 75 وتركيزها في طربة 15 فأيه الزوار الفيزيائية التالية يعتمد عليها النبات في انتصاص أيونات الماغنيسيوم تركيزها في الشعيرة الجزرية 75 عالي يبقى كده هينتقل ضد التدرك في التركيز والعملية دي اسمها عملية النقل النشط صور رقم 90 بقولك أي هذه المناطق تم تكوين الشعيرات الجزرية الخاصة بها أولا المنطقة الأولى دي اسمها منطقة الشعيرات الجزرية ودي تكملة منطقة الشعيرات الجزرية ودي منطقة الاستطالة ودي منطقة الانقصام الخلوي مين من المنطقة دول تم تكوين في الشعيرات الجزرية أولا طبعا المنطقة الأولى لأن خلال لأن الشعيرات الجزرية لأن عندنا الشعيرات الجزرية عمرها بيكون بضعة أيام وبضعة أسابيع بعد كيها بتتمزك ولكن بيتم تجديدها تاني من منطقة الاستطالة وبعد كده بتبدأ تتمزك في منطقة الشعار الجزرية ويتم تجديدها تاني في منطقة الاستطالة وبالتالي تم تكوين الشعارات الجزرية أولا في المنطقة الأولى صارك الموعد والتسعين بيقولك الشكل المقابل يقضح حضم البروتين بفعل انزيم البيبسين أي العبارات التالية صحيحة ويجيب لنا المنحنة الأفكة في الزمن والمنحنة الرأسة في تركيز مادة التفاعل وتركيز مادة التفاعل طبعا هو البروتين واللي بيوضح لنا مع الزمن ان كمية البروتين بتبدأ ان هي تقل في المقابل طبعا طالما كمية البروتين بتقل لانها بتتحول بعد كده الى كمية السلاسل عديد الببطايد ويجيب لنا النقطتين النقطتين النقطة B والنقطة ألف فأول حاجة بقولك تركيز سلاسل عديد الببطايد عند النقطة ألف أكبر منه عند النقطة B تعاليك نشوف تركيز سلاسل عديد الببطايد عند النقطة ألف بيكون اكبر من عند النقطة به لا ده بعد كده بيزيد اصلا تركيز سلسل عديد البطايد عند النقطة الف اقل منه عند النقطة به فعلا بيكون اقل من عند النقطة به فتبقى دي الاجابة صحيحة تبقى نشوف بيت رجالات بقولك تركيز البروتين عند النقطة الف بيسوي به لا ما بيسويش به تركيز البروتين عند النقطة الف اقل من به تركيز البروتين عند النقطة الف بيكون اقل لا ده تركيز البروتين عند النقطة الف بيكون اعلى من عند النقطة به فدي ما تنفعش الصورة كابدانة-. قبل تك P2. يقول لك أين الإنزمات الثاليةvan القدرة على كسر الربطة الببتدية في الوسط القاعدي يعني في آمعاء يعني في امعاس اللي بيكثر ربطة الببتدية في الامعاء هو أنزيم البيبتديز الايبيز مش معانا لايبيز أصلا انزيم لي بدات الببتدى في المعدة الاميليز في الفم وده أصلا ملوش علاقة بالربطة الببتدية دهjen لي علاقة اللي يعلق بروطة الببتدية يقول لك قيمة ضغط الدم في الشعيرات الدموية بيكون عشرة ملي على الزئبك لان ده برضو موجود عندنا في الكتاب الصيغة مباشرة اربعة سيمبول لك اي الاغذية التي هي يمكن ان يساعد الاشخاص المصابين بالهيموفيلية والهيموفيلية ده مرض نادر لا يحدث فيه التجلط السليم للدم ده مرض بسبب سيولة الدم مين الاغذية من المقابلة دي بيساعد الاشخاص المصابين بالمرض اللي هو المرض اللي بسبب سيولة الدم يبقى كده حاجة لها علاقة بالتجلط قل ليه علاقة بالتجلط؟ عندك ألف بيقولك الاغذية الغنية بالنبي دات ولبدأه من لا يشع chilli علاقة الاغذية الغنية بفيتاميني برضو مالاش علاقة بالتجلط الاغذية الغنية بالحديد هو فيتامين كي فعلا فيتامين كي الكبد بيستخدمه في صناعة depending اللي بيساعد على القرص اللي بيساعد على التجلط فتيبقى الإجابة ده بيقولك الاغذية الغنية بالكرباء ادراح والسكريات ملا اشع علاقة بالتجلط خمسة وتسعين بيقولك ايما يلئة زمن مع الرقم السفلي اثناء قيهاز ضغط الدم. انا عندنا لما نيجي نقيس الضغط الدم بيبقى الرقم العليل ومية وعشرين والرقم السفلي اللي هو تمانين. احنا احنا عايزين نشوف الرقم السفلي. الرقم السفلي يعني الضغط الانبساطي. الضغط الانبساطي يعني كده البطين بيكون منبسط. البطين لما يبقى منبسط يبقى معنى الهزين منقبض طالما البطين منبسطي بالهزين منقبض. طالما الهزين منقبضي بالصمام اللي موجود ما بينهم مفتوح علشان يقدر يمر الدم من الهزين الى البطين. وطالما السمامات الموجودة ما بين القلب ما بين الهزين والبطين مفتوحة. تبقى كده الصمامات الهلالية مقفولة. والصوت اللي بينشاء في الحال دي بيكون صوت حد وقصير. تعالك Dosogliz وطويل لا ما ينفعش صوت خد و قصير فعلا، نتيجة غلق الصمام المترالي هو حد و قصير ولكن غلق الصمامات الهلالية. مش المترالي. اه الجيم بيقولك صود вот حد و قصير فعلا. نتيجة غلق الصمام الراوي فعلا ده من الصمامات الهلالية. فدي الإجابة الصحية. ده اللي بقولك صود غليصه لا غليصه طويل ما ينفعش. 96 بيقولك. ما الذي يمكن ان يعبر عن سين؟ وجايب لك هنا سين ده حاجة مشتركة ما بين البلاستيدا والميتو كوندري. ادي ان ايه؟ فعلا البلاستيدا الميتو كوندرا يكون فيهم دي ان اصبغ الكولوروفيل بتكون في البلاستيدا بس. ما تنفعش سيتو كرومات بتكون في الميتو كوندريا بس. حبيبات النشاة بتكون في البلاستيدا بس. سبعة وتسعين از تناول عمر طعام به كمية كبيرة من الاملاح. فما تأثير ذلك على الضغط الاسموزي للدم الذي يمر في الوريد الباب الكبدي. لو خد الكمية كبيرة من الاملاح يعني معنى كده ان الاملاح تيه هتبدأ تنتقل الى الوريد الباب الكبدي. طالما الاملاح هتنتقل الوريد الباب الكبدي يبقى هتسبب زيادة الضغط الاسموزي لان الضغط الاسموزي بيتناسب طرديا مع كمية الاملاح فكل ما تزيد كمية الاملاح هيزيد الضغط الاسموزي وبالتالي يزيد الضغط الاسموزي 98 بيقول لك الوعاء الدمه اللي بيحمل الدم المؤكسج والغذاء للرئة نخلي بالنا هنا من السؤال ده اللي نقول لك الدم المؤكسج اللي بيني للدم المؤكسج والغذاء هو طبعا للجسم كله هو الشريان الورطة وبالتالي اللي بين الريع دم المؤكسس هو احد تفرعات الشريان الاورطاء. اسفال ده ممكن يخدعنا وممكن ان احنا نفكر ان هو الشريان الى الرائوي لكن الشريان الراوي ده بين الى الدم غير المؤكسس فما ينفعش. الوريد الوريد مش بين الدم المؤكسس للرائع ولا حاجة. احد تفرعات الوريد الاجوى في سفلي مالوش علاقة اصلا بالرائع تسعة وتسعين بيقولك اي المكونات التالية اللي يمكن ان تتوجد في اللمف يعني حاجة مش موجودة في اللمف. احنا قلنا ان اللمف ولا صفاحة دموية. وبالتالي الهوموجلوبين ده بروتين بيكون موجود في كريطة الدم الحمرة وده مش بيمكن ان هو يكون وده مش بيكون موجود في اللمف. وبالتالي الهوموجلوبين هي الاجابة الصحيحة الصور الرقمية بيقولك يوضح التمثيل البياني التغير في تركيز الاكسوجين الموجود في وعاء مغلق به نباتات مع مرور الوقت ماذا يمكن ان نستنتجه من خلال هذا التمثيل ويجيب لنا الرسم كده ان الاكسوجين عمال بيزيد. الاكسوجين عمال بيزيد. معنى كده ايه? ان النبات عمالي يعمل عملية البناء الضوي. ده الزمان بالساعات المنحنة الوفقي والرأس هو الضغط الجزء للاكسوجين وطالما الاكسوجين العمال يزيد. ايبا كده النبات عمالي يقوم بعملية البناء الضوي لان الاكسوجين هو بينتج عن عملية البناء الضوي. قالت بيقولك لهذه النباتات معدل ناتحة مخفض ملوش علاقة بالرسمة. بيه بيقول لك تقوم هذه النباتات بعملية بناء الضوي وقدو دعت في الضوء فعلا معدل بناء الضوي بيزيد يبقى كده هي محطوطة في الضوء. جيم بيقول لك تستهلتك هذه النباتات الاكسجين لا ده نسبة الاكسجين عمالها اصلا بتزيد. وضعت هذه النباتات في الظلام لا ده نباتات دي عمالها تعمل بناء ضوي وبالتالي الاكسجين بيزيد فهتبقى الاجابة الانسب هي آه هي بيه. وبكده نبقى خلصنا الميت سؤال لو وصلت معايا كده الميت سؤال ما تنساش تعمل لايك وتشترك في ترجمة نانسي قنقر